بسم الله الرحمن الرحيم المتطرف يحصل على هذه النسبة هي نسبة كبيرة في الانتخابات الفرنسية وأكتر أو أكبر نسبة تمتنى عن التصويت كانت هذه المرة منذ عام 69 بأكتر من 34% ما بين الأصوات الباطلة وما بين الأصوات الباطلة كانت بحوالي 6.5% تقريبا واللي امتنوا عن المشاركة في الانتخابات حوالي 28% نتكلم على تقريبا 34% نسبة غير مسبوقة في الانتخابات الفرنسية وده بيؤكد المزاج الفرنسي أو الشعب الفرنسي ولكن في الآخر الشعب الفرنسي قال كلمته اليوم بانتخاب الرئيس ماكرون لمدة 5 سنوات جديدة ربما هي المرة الأولى منذ أكتر من 20 سنة يكون رئيس فرنسا مدتين متتاليتين مدة في 2017 والمدة التالية لمدة 5 سنوات جديدة ربما ماكرون أمامه تحديات كثيرة جدا طبعا رئيس أولاند يدلي بصوته أيضا اليوم الرئيس السابق طبعا فرنسوا أولاند واللي كان لي علاقة متميزة للغاية ولكن هناك تحديات كبيرة رئيس ماكرون في أول عندما تحدث لأول مرة بعد فوزه بالانتخابات في الولايات التانية أول خطاب لي أكد على أنه هو الآن رئيس لكل الفرنسيين تلقى تهاني كثيرا جدا من مختلف دول العالم أسعد الدول طبعا هو علاقته متميزة جدا معنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة متميزة مع مصر علاقة متميزة مع عدد من دول العربية منها دولة الإمارات العربية المملكة العربية السعودية عدد من دول العربية وزي نقول لحضراتكم الوضع كمان الآن خلال الخمس سنوات الجاية هيكون في تحديات كبيرة أمام فرنسا ودول التحاد الأوروبي تحديدا بدأت تهاني يتلقاها الرئيس ماكرون من كافة دول التحاد الأوروبي اللي عبروا عن ساعدتهم أيضا لولايات المتحدة الأمريكية البيانة اللي طلع لأنه كان هناك مخاوف ماذا إذا ماذا لو فازت مارين لوبين مارين لوبين لها علاقة قوية جدا مع الرئيس الروسي بوتين كانت ستقرر سحب أو الانسحاب من حلف النيتو عندها كان لديها مخاوف ولدى الناخب الفرنسي مخاوف من الخطاب والبرنامج الانتخابي لمرشحة اليمين المتضرف مارين لوبين تحدثت وخسرت أعداد كبيرة جدا عندما تحدثت عن الحجاب وهجمت الحجاب وهجمت السيدات المسلمات وبالتالي كان أيضا جزء من الخطاب اللي كان له دور في هزيمة مارين لوبين لأنه بعد كده اعتذرت وترجعت عن هذا الخطاب الحد ضد الجاليات الإسلامية والعربية اللي موجودة في فرنسا ولكن اليمين المتطرف في صعود هذه النتيجة بـ 42% يحصل عليها اليمين المتطرف مسألة قوية جدا ومسألة لها دلالات كبيرة خاصة الانتخابات التشريعية القادمة ربما يكون هناك تحرك كبير من جانب اليمين المتطرف في بعض الأصوات أو بعض الوسائل الإعلام تحدثت على الجيش الفرنسي 40% من أصوات الجيش الفرنسي ذهبت إلى مارين لوبين وبالتالي قالوا هذه النسبة داخل الجيش الفرنسي معناها رقم كبير جدا داخل الجيش الفرنسي الذين أدلوا بأصواتهم إلى مارين لوبين ما الذي سياجري خلال الفترة القادمة ربما كان الجزء الأساسي في دعم الرئيس ماكرون المرشحين اللي خسروا انتخابات الجولة الأولى خمس ست مرشحين اللي خسروا في الجولة الأولى كلهم أيدوا الرئيس ماكرون وطلبوا من مرشحيهم وداعميهم والناخبين الذين أدلوا بأصوات لهم في الجولة الأولى أن تذهب أصواتهم إلى الرئيس ماكرون وكانت أيضا هذه الأصوات أيضا جزء كبير جدا في حسم المعركة لصالح رئيس ماكرون وبالتالي كانت سببا كبيرا في فوز الرئيس ماكرون النهاردة على حساب مارين لوبين زي مننا مجد يوسف موجود في فرنسا أيضا يتابع هذه الانتخابات مجد مساء الخير قلنا هذه النتائج ماذا تعكز النتائج النهاردة وأيضا فوز الرئيس لولاية تانية لمدة خمس سنوات وهي لم تحدث قبل منذ عشرين عاما